ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نحن نبقاً لذلك في حالة منظمة نحن نحن لدينا سنقضاء. فى نظمنا نحن نقضي القناة هو حلوظة مقرأة عبارة. الآن هذا المتحدث هو مقرأة قليلاً. هو مقرأة منظمة نحن الآن عندما يتصمع تحقيقات المعارضة. ولكن لدينا أصدقاء مجموعة 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 ولكن لا يمكنك أن تخبرك أيضا ولكن ما سوف تتكلم عن اليوم مجموعة 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 أريد أن تتكلم عن مجموعة وهذا يتكلم عن مجموعة مجموعة أخبرتك عن مجموعة فعلت ناومن فعدت كل مجموعة من حين ذلك أخبرتك عندما يكون بخدقة دائرة ومجموعة مجموعة ومجموعة المجموعة فعلت أيضا ومجموعة أخرى فعلى أين يصبح يزالك ومن مجموعة ويستخدم تاريخ فجمعة كان على أي مجموعة is a good way to kind of get involved in that creative process there's a space between the artwork and the viewer and that's sort of where you get to be creative and put your input now we both took our sort of curatorial courses and there are a few basics that they teach you so curating 101 textbook you decide how and where the artwork gets shown you create the context around the artwork you tell the story you make it possible for the audience to derive meaning out of the artwork and the tools through which you do this are endless but the basic ones is through display you know it's not about you know this looks good here or that fits over there it's about how one artwork relates to the other how the artwork relates to the space around it and it's all about sort of like the flow of the exhibition and setting things up so that it creates it creates maximum impact there's always usually a lot of text surrounding an exhibition and you decide whether you want this text on the wall whether you want it in a catalogue so through this text you show your thought process your research you give background to the show to your ideas and you create a framework to best tell your story so having said all that why is it that when people ask us what we do and we say we're curators there's something that's missing you know like it doesn't it doesn't satisfy us anymore it doesn't seem to sort of fit the bill of what we do and we were really thinking very hard about why that is so we think that basically when you when you practice a term outside of the comfort zone of where that term came about so you start practicing it in a different time in a different place under different circumstances this term can start to redefine itself and gain some new meaning so I'm going to pass the mic over to Raneem now and she's going to sort of set the scene for the work that we do so to speak thank you I'm going to pass the mic I'm going to pass the mic to the mic I'm going to pass the mic سنجد أن أمين معرض أو أمين متحف أو نسق معارض أو حتى قيم المعارض فكل هذه الكلمات التي نحاول أن نشرح فيها بالضبط ما نفعل عندما نفكرنا لماذا هذه الكلمة فعلا لا تدري شغلنا حقه أو كيف نستطيع أن نشرح للناس فعلا ما يعني أمين معرض أو كلمة توفي الشغل التي نعمل نرجع الثاني من الستينات في الغرب كان هناك term هذا الجميع عارف ما هو الكوريتور هناك متاحف ويشتغلون فيها ويشتغلون فيها لكن إذا نرجع أخصا في السعودية في موقعنا وشغلنا أنه وقتها نفسه من الستينات للسبعينات وغيرها كتاريخ كانت المعارض بتتسوى لسه في نوادي رياضية عشان نتأكد أنه عندنا يكون جمهور كافي يحضر المعارض فإذا المعارض بنفسها كانت بتنعمل في مناطق زي كده ولا الجمعيات بتحط قدر استطاعها أنها تكون هذه المعارض فأكيد لسه ما وصلنا لمرحلة أنه ندور على قيم أو منسق للمعرض كان معظم الوقت يمكن أن نأخذ فئات فنانين من منطقة معينة من المملكة وكده بدأ تنسيق المعارض شوية شوية فالتاريخ نفسه ما كان فيه كثير مرجع لكلمة كوريتور أو ما هو هدف المنصق للمعرض فلما نحن نفكر كمعا نأخذها حبة حبة لما رحنا ودرسنا أنا وآية ورحنا وشوفنا ما هي القواعد كما ذكرت أنه الكوريتينج هل نقدر نطبق اللي نحن درسناه برا أكاديميا على الحالة أو حالة الحركة التشكيلية اللي عندنا في المملكة فطبعا ذكرت لكم جوبنا التاريخ الشيء الثاني والمهم البنية التحتية البنية التحتية اللي عندنا في المملكة ما هي زي البنية التحتية اللي في الساحات الفنية العالمية نحن عندنا نحن لسه بلد صغيرة عمرا البنية التحتية فيها فراغات كثيرة كانت من النقاد كانت من ذحين الحمد لله بضعت الصلاة تكثر متاحف الحمد لله بضعت المؤسسات الثقافية تنوا برضو فشوية شوية نحن نحاول نملي هذه الفراغات كيف ممكن نملي هذه الفراغات وليس نكون كوريتور يعني هل كوريتور صار عنده أشغال زايدة عن حده عشان نبغى بقدر استطاعة نبني هذه البنية ننساهم في البنية التحتية عشان نقدر نكون الساحة التشكيلية طبعا ضمن هذه البنية التحتية يأتي التعليم ما فكرنا انه ممكن فيه كوريتوريال ستاديس ونحن نجو المملكة ما هو مجال مخصص للعلم الشيء الثاني التأمين مثلا ما عندنا شركات تأمين توفر تأمين لأعمال فنية يعني ياما سوينا معارضة ونحاول نكلم شركات نحتاجها لأعمال تكون متأمنة يعني ايش أعمال فنية تبعوا تتأمن ارسلوها ورجعوها يعني ايش هذه القطعة يعني واني لو القطعة ضاعت اوصار فيها شيء يمكن يعني يعني كثير من هذه الأشياء العراق اللي نحن بنواجهها بنحاول نلاقي لها حلول بديلة عشان مهما كان نبغى زي ما قلت لكم نتمس هذه الفراغات اللي موجودة ولازم نشتغل باللي نحن موجود عندنا طبعا هذا كله كوم والكوم الثاني انه العالم الفني ما فيه كثير شفافية حتى في العالمية الصحة الفنية العالمية القوانين مثلا ما فيه يعني نظام مقيد واللي يقيد الاساليب اللي تشتغل فيها والقواعد اللي نشتغل فيها في العالم الفني ما فيه شيء من هذا النوع فلما نيجي ناخد كل الدراسات اللي درسناها برا ونحاول نطبقها في حالة الساحة التشكيلية اللي عندنا لاحظنا انه احسن شيء نقدر نسوي انه نحنا ناخد اللي نقدر عليه من الخارج نتبنى اللي نقدر عليه بس نطبقه بالطريقة اللي نحنا اكثر تتوافق او تتوافق مع الحالة اللي موجودة عندنا في البلد مع المجتمع مع الناس لازم يكون فيه بيننا مشاركة بيننا وبين الأعضاء الثانين اللي في الساحة التشكيلية لازم يكون ما فيه قاعدة معينة فطريقة معاية طبعا من جزء من هذا كله انه تطريق تبني اسس معينة وقواعد معينة انت تكتبسيها من الخارج تهيئيها لكيف ممكن تشتغل في الساحة اللي حوالينك وان شاء الله هنقدر كمان دحين في السلايد الجاية نتكلم أكثر وطبعا اللغة هذه الكلام تجي بدون ما نحتاج نعمد على هذا الموضوع انه اللغة هذا طبعا شي ثاني كمبليت لي او بداية المقطة حق انه قلت لكم كلمة كوريتور بحد ذاتها لان دحين ما فيه كلمة بالعربي مفهومة قدمة منثق قيم مع الوقت ان شاء الله كله يتصلح ونرىكم كيف نحنا بنلاقي كيف بنطبق هذه الاشياء وبنلاقي اللي حمود بديلة فيه ان شاء الله نعمد على بعض الناس ومع بعض الناس بعض الناس نحن نحن نتكلم أكثر ماذا يمكن أن نتكلم كيف يمكن أن نتكلم من طبعا منديهم ونحن نحن 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 نتكلم هم نحن نحن نتكلم ترلع مخلص عن مدرات الأمر وتجري أنتم تجري أن المدرسوا عضل فيها الإنس Last show في الأنسان تبهتم ثلاثة صديقي ولم تلعيت مكة أنت في الأشياء سورة کوئونا عندما تحدثت تلك Wei سورة سورة مدارة مكة and the theme was how most of the works were inspired by the spirituality that was a result of their hometown so these are examples of some of the works we have Nuhas Sharif and her work Jama'a, Siddique Wasil and his work Iqra'a, Nasr As-Salam and his work Allahu Hayyun La-Yamoot our next show was an art space Dubai during Art Dubai and we obviously we wanted to do something completely different so we opted for emerging artists much younger still way at the beginning of their careers and mostly unrepresented so that means that they don't have galleries representing them and that they had not and as a result have not been able to exhibit so much so we worked with them and we gave the exhibition the title a line in the sand so that title kind of denotes a challenge when you draw a line in the sand you're challenging someone and while that may sound you know a little bit rebellious the people that they're challenging are themselves they're challenging themselves to work with new mediums to explore new concepts to really kind of push their work to be you know the best that it could be so most of these works were actually new and and made for the show so that meant that you and I would get involved in the production process of the work with them and we would follow up from their concept through the execution and the final production and these are an example of some of the works that we exhibited at that show next we had against the grain which 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 was basically here at Nukat last year and the idea was for the exhibition to complement the theme of last year's show last year's conference which was executing culture shock so here in the in the invite there's an artwork by the artist Ahmad Maltir and the artists that we chose for this were artists that were really kind of pushing the boundaries with their ideas and with their concepts going against the grain and executing culture shock and here are a few of the the artworks that we exhibited then we have Shawish we have Abdel Nasser Gharim and Manal Dwayan both of whom spoke here last year and the calligrapher Nasser Salim so this brings us to the biggest project that Ranim and I had ever worked on and bear with me here while I sort of explain the context of this so Tsuraya and in our talk mentioned the arts festival 2139 uh and 2139 uh and 2139 is organized by uh al-Majlis al-Fanni Saudi the Saudi Art Council um so this Saudi Art Council is a group of people that uh that came together um and it's uh chaired by uh Princess Jawahir bin Najid and we came together with a shared vision and this shared vision was to put jidda on the map of art and culture in the region and uh it would be an event that would be an event that would be not for profit and it would focus on education so these were sort of like the main foundations that we worked on for this for this event and as part of that our uh two main uh our main events of 2139 were two exhibitions one for contemporary art and one for modern Saudi art um the contemporary art exhibition was entitled which uh was envisioned by uh Hamza Sayrafi and what he really wanted was to have a show that was rooted in the history of culture in our region so the inspiration so the inspiration for the show was pre-Islamic Arabic poetry um so both of these shows were curated by Rameem and I uh and they really really challenged us so while all of our exhibitions previously obviously required a certain amount of research um was not something that I would be able to just you know google and and uh and use the information from there oh the families yeah okay sorry I missed something here um so obviously to to do 2139 we needed funding uh and our time frame was quite short so we could forget about corporate sponsorship because obviously nobody knew us uh and or knew what we were doing so our only option really was to approach the families of jidda so we literally went almost knocking from door to door to everybody that we knew all of our relatives all of our friends um to ask for sponsorship for this and we sort of pitched it in a way you know this is min haa li jidda li jidda uh and uh apart from a couple of sort of uh occasions where some definite arm twisting was necessary the majority of uh the majority of the response was extremely positive overwhelmingly positive uh and in the end we managed to gather 34 around almost 40 families uh who sponsored the the exhibition and um and helped us put it together um and to start now we're going to show you a video uh of sort of like the making of 2139 oh what yeah that's another collaboration that we did with 2139 that i would mention so this was a collateral event of 2139 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 this was a collateral event of 2139 this was a collateral event of 2139 which was a collateral event of 2139 this was a collateral event of 2139 the company was a collateral event of 2139 So that was حلق بفنك where all the children would draw pictures and they would attach these pictures onto balloons and in the end all of the balloons were released and set free. And the next video, right? The next video? No, not yet? No, okay. Sorry. Okay. So back to مغلقات. So this was a subject, pre-Islamic Arabic poetry that needed a little bit of extra research. So I was really pleased with this as my background is in history. So it meant that I could... Oh, what's going on? Not yet. I thought I heard something. Do you want to do anything else before? No, let's finish this now. Okay, so it meant that I could go back to my own library at Saras and sort of really get in there with the research and the books on pre-Islamic Arabic poetry. And what I was really trying to do was sort of find that connection, you know. I had pre-Islamic Arabic poetry and I had contemporary art. And I had to kind of find the connection and the relevance between the two. and what was really amazing about this show is that not all, but the majority of the artworks were commissioned especially for the exhibition based on the theme. So the artists had to use the مغلقات as their inspiration. And these are some of the artworks that came about as a result. So they were inspired by the love that the مغلقات spoke about. They were inspired by the ideas of the passing down of knowledge from one generation to the next, by the idea of collective memory. They really had some very insightful works for the exhibition. And next is the second show, which is Pasta's Prologue, which I'm going to hand over to Ramin to explain to you guys about because it was also the first of its kind. and the second show is the second show. Thank you. Thank you. كان تحدي جدا كبير واجهنا من عراقل وأولها كان لا يوجد مراجع ولا يوجد منصوص ممكن نعرف منها كيف الحركة التشكيلية بداياتها كيف من هم الفنانين فعلا الأوائل الذين أثروا وحركوا الحركة التشكيلية في المملكة الحمد لله وقت ما كنت عاملة دراساتي الماجستير كانت رسالة الماجستير عن بنية السوق الفني السعودي ومن خلالها طريق أروح على مناطق في المملكة وأعمل بحثي أتقابل مع بعض الفنانين ومن أتقابلت مع الدكتور محمد رصيس والفنان عبد الرحمن السليمان واثنيناتهم عندهم كتب عن الحركة التشكيلية في المملكة فطبعا هذول المرجعين مع البحث ساعدوني كثير كنقطة انطلاق لهذه الرحلة فطبعا بدأنا رحلتنا وقلنا لنفسنا ليش لا؟ ليش ما نبدأ؟ ونشوف فين ممكن نوصل واللي حنوصل فيه خير وبركة عشان هذول الناس لازم ياخدوا حقهم لازم الإنسان كيف حيقدر يعرف ايش الفن المعاصر اللي موجوده وكيف ممكن حيفهم من فن نبع هذا الفن بدون ما نعرف الأساسيات فيها فطبعا بدأنا قلنا خلنبدأ رحلة البحث حقتنا ليش هذه الطيارة على الرياض على الضمام على مناطق في المملكة نحاول نراجع مجلدات قديمة مسابقات قديمة كان نسووها الجمعية وقتها كانت راية الشباب اللي كانت هي المظلة اللي تحتها تدير يعني الحركات الفنية في المملكة فطبعا كانت رحلة جدا شيقة ومسلية لان تخيلونا رايحين لمناطق نقابل فنانين لأول مرة فنانين كبار في السن أوائل الحركة التشكيلية وطبعا بيقابلونا انه من الآخر انتو ايش تبغوا يعني فعلا بعضهم كده انتو ايش تبغوا فين هتودوا قطعي ايش تبغوا تسوي فيها ايش اللي معرض وغير ربحي مين هيعرض معايا فطبعا واجهنا كتير من الأسئلة اللي بالنطرين نجلس معاهم لفترة أطول نشرح لهم بس ايش نحنا بنحاول نسوي ايش فكرتنا كيف احنا كوريترز بالعربي ليش ايش نحنا بنحاول نسوي فطبعا قابلنا فنانين كثير ومنهم اللي طبعا وروا دعم جدا كبير انهم ساعدونا يا يرشحوا فنانين ثانين يا يقولوا لنا على مناطق نقدر نلاقي فيها أعمال لهذه الفنانين وطبعا باسم مقابلات هذا مع الفنانين كانت قصة ثانية بحد ذاتها وطبعا ما نقدر نفوتها منكم لازم تشاركونا هذي اللي صار معانا مع بعض الواحد من الفنانين لو ممكن نوري أول فيديو بليز هذا ثنان عبد الجبار اليحية هذا تقريبا أصور ناس مثل حالتي يفكرون وتعبون التبكير والمجتمع تعبون والناس تعبون مثل لكم ورحين قاعد تعبون من أحب عاصية قال خلاص مال يتمس عايب يفكر اشتبوا مني يساوي هذا المديد هنا يعتساه ماذا تغيير ماذا تغيير ماذا تغيير هذه عوضة المحارة هذه الصدقات هذه冠 الان نفس الشي كيف قلت تلاعين ماذا تشارفين هذا ما لديه ماذا له ماذا تشارفين ماذا تشارفين ماذا تعطى هذه كل شي ماذا عندي هنا؟ هذه قلت لدينا مصحة هذه مصحة هذه مصحة هذه مصحة هذه مصحة هذه مصحة هذه مصحة هنا كان بيورينا بعض من أعماله طبعا كلها اللي فاضل منها صور في المجلد لأن كثير من الفنانين لم يكن لديهم أرشيفات لأعمالهم كيف يمكنني أن أجد هذه القطعة ونريد أن نأخذها؟ والله ما نعرف احتمال تلاقوها عند العيلة الفلانية احتمال تلاقوها عند المجموعة الفلانية طبعا ويستمر السؤال انتوا ليش تبغوها؟ ونحاول نشرحنا ومليش نحاول نتحاور معهم بس بعضهم يتجاوبوا معنا تستمر الأسئلة واجهنا كثير من صدات بس طبعا لأنهم وهم عارفين نحن نحاول أن يصلوا معهم وطبعا بعد الموقف اللي صار مع الفنان عبدالجبار اليحية اللي توفى شهور بعد هذا الفيديو ففي فيديو تاني واحنا نبنوريكم إياه عشان برضو موقف صار معنا عشان بس تفهموا كيف كانت حالتنا وإحنا بنقابلهم وبنسأل عن الأعمال مثلا واتبع إلى المرأة نظر بقرة تنب وترزع وتكبر وبعدين يطلح تفلي يا الله هنا السؤال حقنا كان عفوا انه المرأة ايش ورجع تاني قل ليه في وجه المرأة بقرة فطبعا ارد اني انا فاهمة عليك وفعلا ان احنا اني ما حقولها طبعا في المحاضرة بس انه اوكي صح كلامة صحيح فعلا ذا كده رأيك فخلاص يعني هذا فكرتهم وهم متسرب هذه الفكرة في عقلهم وخلاص مقتنع تماما انه احنا كذا فطبعا نكملنا معهم انه باحتراما له يعني تقديرا انه اوكي فعلا انتبووا كذا فهذا بس يوليكم تفكيرهم يا جماعة هذول الناس يعانوا عاقفوا في الستينات والسبعينات والثمانينات لانهم ينتجوا طب هذول كلهم يعني ما ليهم حق علينا انه نعمل لهم معرض يروجهم يروج مسيرتهم نوري ايش عملوا فطبعا زي ما شفتوا في الفيديو مقطع من المقاطة لما سألنا فين هذه القطعة ما فيه واجهنا كثير من الفنانين كانت هذه مشكلة معهم اعمالهم تبين حركة معينة نحن نبغى نبرزها سواء كانت سيريالية سواء كانت تكعبية فيه مجالات كثير ابحر فيها الفنانين فقررنا طب دقيقا هنتشارك بشي ثاني خلينا نحاول لما نروحنا لبعض الفنانين لقينا هم مقتنين او تبادلوا بينهم وبين بعضهم من زمان اعمالهم فلقينا عن فنان عمل لفنان اخر احنا بندور عليه بس ما احنا قادرين نوصل لهذا العمل فاتفاجأنا انه موجود عندهم وسألناهم هل ممكن انتم يسير تدون القطعة وتكون ونكتب انه هذه من مجموعتكم نبغى نبدأ ننمي حتى للمتلقيين اللي حيجونا على المهرب انه ترى فيه مقتنيين فيه فنانين تبادلوا اعمالهم زمان رحنا طرحنا السؤال على بعض من المقتنيين برضو اللي نعرف عندهم مجموعات معينة من الاعمال الفنية انه هل ممكن تساهموا معانا في هذا المعرض وتعطوني عمل فني وطبعا حييتذكر اسمكم انه هذا من مجموعتكم منها يعني ضربنا سفورين بحجر وفين رحنا وصرنا نروج هذا الحرك نروج الاوائل نبين انه حركة الاقتناء كان لها تاريخ رغم يعني صغر ساحتنا وقتها صغر البنية بس لسه كان فيه موضوع الاقتناء كله يبغى يشارك يبغى يساهم المقتنيين لا ترددوا ولا دقيقة انهم يدونه من مؤسسات المنصورية ليان فاونديشن حتى الافراد يعني فكله ساهم معانا والحمد لله يعني وصلنا ل هذه ممكن نحط او بعد لما خلصنا من هذا المعرض ولاحظنا ان الحمد لله ربنا وفقنا وتوفقنا اللي نبغى نسوي صلتنا الضوء على هذه الفئن من الفنانين صلتنا الضوء على الحركة التشكيلية وكيف بدأت صلتنا الضوء على الفنانين الأوائل على التاريخ الفن اللي موجود عندنا فزي ما شايفين في الشاشة طلع معرض بعض معرضنا يتكلم عن الفناني يوري مجموعة من الفنين الأوائل انكتب عننا انو هل نحن بالانجليز صلتنا الضوء what would happen after this show so this was the knock-on effect of that exhibition so basically whereas before there was a very strong modern Arab art movement where the Iraqi artists were very important Egyptian artists were very important Syrian artists what nobody knew was that there was a parallel movement of modern artists within Saudi Arabia بس ما أخذ حقهم within the general movement and now that's happening now there are more exhibitions of Saudi modern artists more books coming out on Saudi modern artists and they're finally being auctioned off at sort of prices that put them on the same level as the rest of the modern Arab movement so that was that was just what I wanted to emphasize you have to decode the insight of the making of Heather and Maraday so yeah yeah اشتركوا في القناة 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 انظريتك ان التقام بشترك أن التجربة حسنًا لمعنى سعين اقلت إذاً فقدمت بها تدريبا تقوم بها تقوم بها هي إدنية ودى أحسن تعالى ودى أحسن ودى أحسن شيئًا قدح أن تكون سيؤالي أحسنًا أنتراتي أنتعج ش響ه مع شمعت بشكل وتشعر وقدمت تشعر شعر وعظة بإمكانهم كانوا بثعل Speaking of identity وعظة بإمكانهم equation ووقعت كمية حولتها لأنه لكي يلعط psychorship ولو影� everybody BUT ك أحسب مواصف المتأمة وحدة بаксимف الموسيقى الاحتمان لذ Pendس بإبراع إ Bie Entscheidung and total acceptance because there are going to be times where you're going to see the absolute worst of that person and you need to accept that you need to accept the good with the bad you need to have complete trust because that's the only way that you can work constructively and with an open heart and above all someone said it yesterday have fun it's really important to have fun wow Aya and Raneem guys give them a big round of applause thank you guys thank you very much